يا اهلا بكم في الفيديو ده هنبدأ ان احنا نتكلم على كوه هوم وكوه هوم هو عبارة عن application للانتيرير ديزاينيرز علشان يقدروا ان هما يشتغلوا على 3D مواضلز بتاعتهم ويقدروا ان هما يطلقوها بصورة سهلة جدا 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 بلاس كمان انه هو فيه مميزات كتير جدا انه هو يقدر يطلع لك الdetail drawings ويقدر يطلع لك كل حاجة ليها علاقة بالانتيرير ديزاين في سامت لكس قليلة جدا 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 فهنبدأ على طول الاسلوجن بتاعهم حتى كمان 10 minutes to design 10 seconds to render اكتولي هما انت بتبدأ ان انت ترسم الرسمة كلها في 10 دقائق وتقدر ان انت في 10 ثواني تعمل الرندر بتاعك بصورة سهلة ويقدر ان هو يطلع والكواليتي بتاعت الرندرز بتاعتهم ممكن توصل ل8K و16K فهنا كده في الحالة دي تقدر ان انت تطلع الديزاينز بتاعتك والرندرز بتاعتك بصورة سهلة جدا 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 ده ودخلنا على kohome.com بالشكل دوت هننزل لتحت شوية هنلاقي الcommunity بتاعتهم تقدر ان انت تجوين الcommunities ده وتقدر ان انت تشوف الناس بتعمل design بتاعتهم ازاي وكمان لو نزلت تحت كمان هتلاقي tools و definitions بتاعتهم المختلفة اللي تقدر ان انت تشتغل على كل نقطة من النقطة المختلفة بتاعتها بلاس كمان لو طلعت فوق حبيت ان انت تدخل على الapplication او تعمل sign up للapplication دوت فكل اللي عليك انك هتدوس على sign up هنا وهتقدر ان انت تكريات اكاونت عن طريق جوجل ديركلي او عن طريق فيسبوك او تويتر او الابل اي دي وهنا مجرب ما هتدوس على اي واحدة من دول هيبدأ ان هو يدخلك على الاكاونت بتاعك بحيث ان تقدر تعمل الاكاونت بصورة سهلة ممكن كمان تكتب الايميل وباسورد لو انت قريدي عندك اكاونت ولو انت قريدي عندك اكاونت هتدوس على login وبالايميل وباسورد بتوعك تقدر ان انت تعمل login اول ما هتعمل login هتدخل على الجزء بتاع البروجيكت بتاعتك واللي منها هتقدر ان انت تدخل على اي بروجيكت وتكريات بروجيكت بصورة سهلة جدا كل اللي عليك انك يا اما هتدوس على new project من هنا او هدوس على new project من هنا وانس ان انا دست على new project هيدخلني ويسألني على مجموع الحكاية اما انا هقوله ان انا عايز ارسم البروجيكت بتاعي direct او ان انا import file autocad ويبدأ ان هو يدتكت من عليه الرسمة بتاعتي او import image او ان انا ادور على floor plan للfloor plans الموجودة وقدر ان انا اشتغل عليه طيب انا دلوقتي هخش على draw ودول هنتكلم عليهم later في اجزاء مختلفة هندخل على draw direct فيبدأ ان هو يدخلني على الشاشة الاساسية بتاعت البرنامج اللي هبدأ ان انا اشتغل عليه الشاشة الاساسية بتاعت البرنامج دي تقدر ان انت ترسم في view دوت زي ما انت عايز كل الرسومات بتاعتك plus كمان انك تقدر تعرضها 2d وتقدر تعرضها 3d خلينا سريعا كده هو بس قبل ما نبدأ ان احنا نرسم اول حاجة نعملها ان احنا بنظبط اليونتز بتاعتنا بتاعت البرنامج عشان نظبط اليونتز بتاعت البرنامج بنروح على العلامة بتاعت الفايل دوت وفي preferences هنختار ان اليونتز بتاعتنا تكون بالميترز تقدر انتك تختارها بالمليميترز او بالفيت تقدر ان انت كمان مهم جدا ان انت تبقى بنشغل على طول auto save بحيس ان هو يبقى بيعمل save directly للحاجات اللي انت بتشتغل عليها هنقفل preferences وهنروح دلوقتي تقدر انت تكريات اي حيطة من هنا وانس ان انا بكليك على اي element من ال elements ديت وانس ان انا عملت click كده بيطلع لي options بتاعتها فهو بيسألني هنا انت عايز ترسم ال wall من center line ولا من inner وال thickness بتاعت ال wall ادي ايه وعايز تعمل snapping وعايز ترسمها orthو يعني تبقى directly بالطول او بالعرض ولا لا فانا هنا مثلا هقول له والله انا عايز ارسم الحيطة بتاعتي 25 سنتي زي ما احنا متعودين الحوايط الخارجية مهم جدا تكتب 0.25 هنا وتدوس enter فهيبدأ ان هو يخلي seconds بتاعك 0.25 وهبدأ ان انا اعمل click في جزئية معينة وابدأ ان انا امشي وابدأ ان انا ارسم المقاس بتاعي زي ما انا عايز فهقول له مثلا الحيطة ديت 10 متر مثلا فهدوس 10 وادوس enter فهيبدأ ان هو يرسمها نفس الكلام هبدأ ان انا create بقية الحوايط بتاعتي زي ما انا عايز بال dimensions اللي انا عايزها وابدأ ان انا اقفل الرسمة بتاعتي هتلاقي automatic بيعمل snapping وهنروح هنا ن close الرسمة خلاص كده افل الارضية بتاعتي كلها اللي انا عايزها ولو لاحظت على الجنب كده ده 3d view بتاعها فاوتوماتيك اتعمل هنا على طول كمان تقدر ان انت تضيف الابواب والشبابيك بتاعتك بصورة سهلة جدا فقدر ان انا اروح على single door ده مثلا واختار هنا الباب بتاعه يبقى عامل ازاي واقلك علشان يجيب الدور بتاعي وقدر ان انا اعمل mirroring او flapping للدور بتاعي زي ما انا عايز بالشكل ده الجميل في الموضوع انك انت هنا في الجزء اللي هنا ده اللي هو جزء floor plan انت بتبدأ ان انت تتحكم في كل الحاجات سواء تضيف ابواب تقدر ان انت تضيف شباك معين بالمقاس بتاعك اللي انت عايزه وتقدر ان انت تتحكم كمان في height بتاعه وتقدر كمان تتحكم في كمان هنا برضو length وال height وال thickness في الدور وكمان تقدر ان انت تغير في الاشكال المختلفة فانا لو دست على الباب كده خليته 3d وبص بسيط على شكل الباب بتاعي هيبقى عامل ازاي فلما بدوس على alt و click على left click هيخليني اعمل scroll عشان اقدر ان انا view الحاجة اللي موجودة عندي وقدر كمان اغير في شكل الباب دوت وانس ان انا دست على التشكيلات بتاعتي اقدر ان انا اغير فيها عن طريق ان انا اقول له replace فهيبدأ ان هو يطلع لي اشكال ابواب مختلفة اقدر ان انا اختار من الاشكال ديت الشكل اللي انا عايزه مثلا لدور ولياكم مثلا الشكل دوت فيبدأ ان هو يغير شكل الدور بتاعي بالشكل اللي انا عايزه وابدأ ان انا اختار من فرايتي كبيرة جدا جدا من الليبريز اللي موجود عندي هارجع تاني لل 2d view وهنبدأ دلوقتي ان احنا نرسم ممكن ندخل ده كده هنبدأ ان احنا نcreate library فهتلاقي هنا عندي في public library يوانا رجعت هنا كده دول public library اللي موجودة عندي public library مزيتها كمان ان في براندز اساسية موجودة تقدر انك تختار من ضمن البراندز ديت البراند اللي انت عايزه وتقدر ان انت تختار الفرنيتشرز اللي موجودة فيه وتبدأ ان انت تفرش في الفرنيتشرز الموجودة مثلا في pnp italian او اي فرنيتشرز موجودة عندك تقدر ان انت تختار البلوكات منها على طول direct وتبدأ ان انت ترسم بيها او ان انت تختار الفرنيتشرز كمبوننت اللي هو بيبقى مكوينين كمبوننت معينة مثلا الصوفا ان سيتس هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من السيتس الكاملة اللي ممكن تستخدمها في living room مثلا فهتلاقي السيتس ديت تقدر ان انت تختار اي سيت منهم وليكن ده مثلا وتبدأ ان انت تحطها بالشكل دوت تبدأ ان انت تغير مكانها زي ما انت عايز تقدر ان انت تعمل روتيشن للسيت ديت بالشكل ده كده مثلا وتتحرك بيها بحيث انها تكون موجودة هنا مثلا بالشكل ده او ان انت لا هي دي علشان فيها تبلوهايت بشكل معين فدي مفروض انها تكون محطوطة على حيطة معينة فهنبدأ ان احنا نلفها ونحطها بالشكل ده فكده انت قدرت ان انت تفرج بصورة سهلة جدا 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 الفرنيتشرز بتاعتك لو شفناها في 3D view ولفيت بالشكل دوت هادر ان انا دلوقتي ابقى شايف ازاي الفرنيتشرز بتاعتي محطوطة وكل التفاصيل بتاعت الست كلها موجودة خلينا نروح لبروجيكت كامل موجود عندي ونبدأ ان احنا نفتح البروجيكت دوت ده شكل بروجيكت كامل وهو 2D بيبقى شكله بالشكل دوت تقدر ان انت كمان تطلع الرسومات البروجيكت كله عن طريق الجزء بتاع الكونستراكشن دروينج فهنس ان انا جيت هنا قلت له ان عايز الكونستراكشن دروينج فهيبدأ ان هو يطلع ليكونستراكشن دروينج بتاعت الانتيريور كلها موجودة هنا عبارة عن لوحات مختلفة فدي مثلاً الكونستراكشن دروينج بتاعت الفرنيتشر بلان فبيطلع لك فرنيتشر بلان كامل بالشكل دوت بالتفاصيل المختلفة بتاعته تقدر ان انت تختار الفرنيتشر سايز فيجيب لك الديمانشنز كمان بتاعت الفرنيتشرز اللي موجودة عندك ويكون حططها كلها بالتفاصيل على كل الفرنيتشرز بحيث ان انت هتبقى عارف في الفرنيتر سرائز اللي انت حددتها كلها شكلها عامل ازاي لو انت هتوديها لكونستركشن فتقدر ان انت هتستخدم الكلام ده كله تقدر كمان تستخدم اللايتينج فكتور تطلع سيلينج بلان وتقدر ان انت هتتحكم في كل الحاجات ديت الميزة كمان ان انت تقدر تطلع الاليفيشنز المختلفة فهتلاقي مثلا في الليفينج بروم الاليفيشنز فهتلاقي ده الاليفيشن اللي موجودة عندي فبيبريني شكل الاليفيشن شكلها عامل ازاي بالتفاصيل الموجودة فيها بكل الديتيلز اللي موجودة في كل الاليفيشن من الاليفيشنز المختلفة فهيساعدني ان انا اتحكم في كل حاجة من الحاجات بتاعتي واطلع الاليفيشنز بتاعتها واشكال الاليفيشنز بتكون رائعة جدا وفيها ديتيلد الاليفيشن لكل التفاصيل المختلفة اللي موجودة عندك كمان اقدر ان انا اخرج من الكونستراكشن درونجز ديت ونرجع تاني للبلان علشان نقدر ان احنا نوصل للثري دي رندرز وهنا اقدر ان انا اروح للجزئية بتاعت الرندر هنا ولما هروح للجزئية بتاعت الرندر هيبدأ ان هو يديني هنا كاميرا والكاميرا ديت اقدر منها اتحكم في الرندرز بتاعتي ومكانها وكل التفاصيل المختلفة اللي موجودة فيها فمثلا هلاقي هنا دي الكاميرا فمن الفيو اللي هنا بقدر ان انا ازبط الكاميرا واتجاهها عامل ازاي وهي شايفة ايه بالزبط وايه الشاط اللي انا عايز اخده بالزبط من هنا كده مثلا هاخد الشاط بالشكل دوت فيبدأ ان هو يظهر عندي او لا ده العكس هروح ااخد الشاط ناحية المطبخ او ان انا هلف ااخد الشاط ناحية الداينج روم وساعتها ممكن نرجع بالكاميرا شوية الورى فقدر ان انا عن طريق التفاصيل المختلفة للشاط بتاعتي اقدر ان انا احط الكاميرا في اي مكان وادر ان انا اعمل الرندر وانس ان انا زبط الشاط بالشكل دوت هبدأ ان انا اعمل رندر ففي ثانية على طول الرندر بتاعي هيبدأ ان هو يروح هنا طيب الجميل كمان ان انت تقدر تعمل الرندر دوت 1K او 2K او 4K فكل واحد من دول يقدر ان هو يديك التفاصيل المختلفة بتاعت الرندر بتاعك كمان انت تقدر تتحكم في اللايتينغ بتاعك تخليه indoors light او indoor daylight او outdoor reality او ان انت تعمل وتزبط اللايتنج بتاعك زي ما انت عايز. كمان الـ background الخارجية هنا تقدر انت تتحكم فيها من الأجزاء اللي موجودة هنا علشان تقدر انت تطلع الرندر بتاعك بشكل مصبوط. الجميل كمان ان انت تقدر تتحكم في مأسات الصورة عن طريق الـ aspect ratios المختلفة هنا فتقدر تاخد الصور بالعرض او 4 to 3 او 3 to 4 او 1 to 1 لو انت عايزها portrait فتقدر ان انت تتحكم في كل جزء من الأجزاء ديت عن طريق اللقطات بتاعتك اللي انت عايز تقريبها. النوع الثاني من أنواع الموجودة عندي هو الـ panorama render والـ panorama render فكرته ببساطة جدا ان انت بتحدد مكان معين للكاميرا بتكون موجودة فيه وليكن مثلا المكان دوت وانس ان انا حددت المكان ده هو ده اللي الكاميرا هتكون موجودة فيه فاوتوماتيكلي الكاميرا هتكون واخدة الداير بتاع الشكل بتاعي بكل التفاصيل المختلفة بتاعته. فدلوقتي لو انا عملت render للـ panorama قادر ان انا اعمل render panorama لحد 12K فمثلا هختار واحد من الـ 8Ks دول وهبدأ ان انا اعمل render بحيث ان هو يديني render للـ panorama بتاعتي وقدر ان انا اشوف كل التفاصيل بتاعتها. الجميل كمان ان انا اقدر اعمل top view فالـ top view يبدأ ان هو يديني render للـ top view كله طيب احنا عايزين نخرج من ده دلوقتي ونغير الـ selection بتاعنا. بدل ما هو كان مختار بس الـ living room ممكن ان احنا نيجي على الجزء اللي على هنا كده بدل select room هنقوله display all rooms فكل الـ rooms هتكون مفتوحة عندي. فقدر دلوقتي لما اروح ناحية الرندر مرة تانية واقدر ان انا اقوله انا عايز top view ففي الحالة داية في 3D يجيبلي top view كله بتاع الشقة بتاعتي. بحيث ان انا اقدر اخد 3D plan بالشكل اللي انا عايزه. كل اللي علي ان انا بظبط 3D plan اقدر ان انا اظبط كاميرا نفسها بصة ازاي فوق تحت. والتفاصيل بتاعتها ممكن انا اخلي مثلا 3D plan بتاعي يكون بالشكل دوا بحيث ان هو يغطي كل الحاجات اللي انا عايزها او يجيب لي كل التفاصيل بتاعت الـ rooms اللي موجودة عندي بحيث انها تبقى ظهرة بالنسبة لاي حد. وانس ان انا عملت كده اقدر دلوقتي اخد رندر برضو للـ 3D او top view واخدوه بـ 4K. من المميزات التانية اللي موجودة عندي ان انا اقدر برضو اكريات فيديو. هبدأ ان انا اعمل edit للـ camera path وهنا هيبدأ ان هو يفتح لي الـ plan بتاعي. واول ما هيفتح لي الـ plan هتلاقي فيه هنا عندي straight line و curved line و vertical length. فهنا دول الثلاث حاجات اللي ممكن ان انا اكريات بيهم المسار بتاع الكاميرا بتاعتي. اقدر ان انا اختار كزا لقطة وراء بعضها بحيث ان هما يعملي الفيديو عبارة عن لقطات مختلفة بتظهر الـ design بتاعي من كل اللي اتجاهت. وليكن مثلا straight line. فالـ straight line دوت هيعمل ايه؟ هيخلي الكاميرا بتاعتي بتمشي من مصار معين لمصار تاني. وهنا كده الكاميرا هتبقى بصة في الحتة ديت ولما اعمل preview هبدأ ان انا اشوف الـ render بتاعي هنا شكله عامل ازاي. لو فتحت ده كده وعملت preview للحاجة بتاعتي فاقدر دلوقتي اشغل ده عشان اشوف الفيديو بتاعي هيبقى ماشي ازاي بالتفاصيل بتاعته. فكده الفيديو هيبقى ماشي بالشكل ده. اقدر طبعا اتحكم في حاجات كتير مختلفة زي ان انا مثلا اتحكم في التفاصيل بتاعت الـ vision بتاعتي هو هيبقى شايف ايه؟ ممكن ارجع اخش شوية كده بحيس ان هو يبقى جاي بالـ design من بعيد شوية فاقدر ان انا اشوف تفاصيل اكتر في الـ design بتاعي. وقدر كمان اتحكم في الـ angle بتاعتي تبقى بصة يمين او بصة شمال بتاعت الكاميرا. وقدر كمان اتحكم في الـ pitch angle انها هتبقى لفوق او لتحت تقدر ان انت تبص الكاميرا نفسها بصة في الاتجاهات بتاعتها. وكمان تقدر ان انت تتحكم في الـ lens height بحيس ان انت ترفع الكاميرا كلها لفوق او تنزلها لتحت. وتقدر كمان تتحكم لو انت عايز تعمل focusing او عايز تعمل clip في اي منطقة من المناطق بتاعتك. وهنا كمان تقدر تتحكم في سرعة الكاميرا لو الكاميرا انا شايفها بطيقة شوية. ممكن ان انا اصرع الكاميرا بتاعتي بحيث انها تبقى بالسرعة ديت 1x او 2x او زي ما انا عايز بعد ما هخلص الاتنين دول هبدأ ان انا اتحكم في اقول له complete ولما هيبدأ ان هو يعمل completing فهو هيبدأ يطلع لي resolution بتاعي اقدر ان انا اختار resolution بتاعي زي ما انا عايز ممكن اخليه high q 1080 او 720 او 480 تقدر ان انت تختار اي واحد من دول بحيث ان الفيديو بتاعك يطلع ال quality بتاعته كويسة وتقدر ان انت تعمل rendering بتاعه هنعمل الفيديو سريع لل project دوت ونبدأ ان احنا نشوف التفاصيل بتاعته هتبقى شكلها عندي لو فتحنا renders بتاعتنا هنلاقي automatically renders اللي احنا عملناها خلصة بدأي render بتاع top view وتقدر ان انت تزوم جواه وتشوف كل التفاصيل بتاعت ال design بتاعك بكل الحاجات المختلفة بتاعتها وتقدر كمان ان انت تعمل editing زي ما انت عايز على التفاصيل دي بعد ما تخلصها بحيث ان انت تتحكم في brightness مثلا او ذاك انك بتعمل post production للتفاصيل المختلفة عايز اعلي contrast حاجة بسيطة وعايز اقدر ان انا اتحكم في levels بحيث ان انا اكد ال design والcolors بتاعته والحاجات المختلفة وكمان في عندك filters هنا تقدر ان انت تختار بفلتر المختلفة بحيث ان هو يبدأ ان هو يعمل editing على الصورة بتاعتك بصورة سريعة جدا feature كمان من the features قوي جدا في البرنامج ان انت لما تكون عايز تعمل furniture فتقدر ان انت تختار furniture plan بشكل معين وتقدر ان انت تتحكم فيها على طول directly فهيبدأ ان هو يديك library من 2d تقدر ان انت تفرش بها واوتوماتيك على طول هيحولها لك هو ل 3d فمثلا لو انا جيت هنا هو رحت اختار اي furniture فهيبدأ ان هو ياخد ال furniture ديت ويفرشها وتقدر انك تحدد المائز بتاعها زي ما انت عايز وبعدين هيبدأ ان هو يحولها اوتوماتيك ل 3d كمان في باور تاني قوي جدا في البرنامج هو فكرة AI ال AI template هو فكرة ببساطة جدا ان انت بتختار اوضة معينة او بتختار الشقة كلها وتبدأ ان انت تحدد له هي الاوضة دي عبارة عن ايه مثلا فاقوله ان دي living room والستايل بتاعها او الاريا بتاعتها مثلا ابوف 40 متر والستايل بتاعها اختار الستايل اللي انت عايزه كديزاين اسكندينيبيان ايروبيان هونج كونج اندستريال اي ستايل من الستايل زي عليكم مثلا خلينا الاوروبيان هنا كده هيبدأ ان هو يختار ديك سامبلز لديزاينز مختلفة وانس ان انت تختار اي سامبل من الديزاينز اللي موجودة فاوتوماتيك هيبدأ ان هو يكريايت السامبل ديت بالتفاصيل بتاعتها في الروم بتاعتك فانت ممكن بردو تقوله ورهوني اس فرنيتشر بلان الاول فممكن نكتبص عليه اس اللي اوت هيبدأ ان هو يعمل اناليسز ويفتح لك اللي اوت يقولك مثلا ان احنا نحط هنا داينج روم دا الجزء بتاع الانترنز دا الجزء بتاع هيبقى بالشكل داوت فانس ان ان انت قلت له اوكي خلاص ممكن ان احنا نكبر مثلا داينج كده شوية لو حبينا ان احنا نلفها ايتس اوكي الجزء مثلا بتاع الليفنج مثلا عايزينه يبقى اكبر ويقرب من هنا شوية فانقدر ان احنا نزبط الادت بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها وبعدين اقول له confirm the app ووتوماتيك ليه هيبدأ ان هو يحول الكلام دوت لثري دي دي ديزاين بفول ديزاين بكل التفاصيل بتاعته المختلفة هتلاقي ان هو عمل التمبلت بتاعتك وتقدر ان انت دلوقتي تشوف الديزاين كامل بكل التفاصيل بتاعتك المختلفة هنا موجودة كامل لا تقدر ان انت بقى تضيف عليه مثلا الجرين ريز تقدر ان تضيف عليه حاجات مختلفة فمثلا لو في هنا مسانج مسلا في الداينين مش موجودة في ادار ان انت تختاري الداينينج فبيحط لك ال base بتاع الديزاين بتاعك بحيس ان انت تقدر اوتوماتيك ليه تكمل على الديزاين بتاعك حطي الـceiling وظبط الـceiling بشكل دوت بحيس ان يبقى النترنز في الجزء دوت ويهي الجزء ده مفصول لواحده اللي الداينينغ فانا بشوف ان ده حاجه رائع جدا ممكن تديك فكرة قوية جدا في الاول وتبدأ ان انت تنطلق فيها في الديزاين بتاعك بعد كده تقدر ان انت تضيف اللي انت عايزه او تشيل من الحاجة اللي موجودة عندك وتكمل على الديزاين بتاعك زي ما انت عايز فاينالي قادر اقول ان كوهوم هو أبليكيشن باورفول جدا بتقدر من خلاله ان انت تعمل الديزاين بتاعتك بصورة سريعة جدا وبيديك افكار وبيديك ماتيريالز وبيديك حاجات مختلفة تقدر ان انت تتحكم فيها وفي البرو فيرشن بيديك كبيرة جدا تقدر ان انت تدونلود منها الفرنيتشيرز بتاعتك فهو باورفول ابليكيشن تقدر ان انت تكريد في الانتيرير ديزاين بتاعك بصورة سهلة وتطلع الديزاين بتاعتك سريعا الجميل والمهم كمان ان هو ابليكيشن على الانترنت فانت مش محتاج جهاز قوي علشان تقدر انك تعمل عليه الديزاين ولا تبدأ ان انت تتحكم في التفاصيل المختلفة لموجودة في الديزاين بتاعك كل الحاجات دي بتبقى على الكلاود فتقدر ان انت تتحكم فيه اي جهاز موجود عندك تقدر ان انت طالما هو فيه براوزر وتقدر ان انت تشتغل بيه دايركلي من على البراوزر اي هوب ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم لو عجبك الفيديو وانتنساش تعمل سبسكرايب لليتشانل هنا علشان يتوصلك كل الفيديوز الجديدة اللي موجودة اللي احنا هنبدأين احنا نشتغل عليها في الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر